موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة مستوى السنة الرابعة متوسط في درس جديد من دروس الفيزياء درس عن نمذجة الفعل الميكانيكي القوى كان يدرس في العام الماضي تحت عنوان المقاربة الأولية للقوى كشعاع سوف نبدأ في الدرس على بركة الله لنتابع ما مفهوم القوى؟ لدينا مثال لاحظ معي هذا اللاعب يريد أن يقضف الكرة برجله نسمي الرجل جملة ميكانيكية A ونسمي الكرة جملة ميكانيكية B اللاعب يرمي الكرة برجله ليغير من مسارها فهو بذلك يطبق عليها قوى هذه القوى نرمز لها بـ F بمعنى لا فوخس F A يعني قوة الجملة الميكانيكية A التي نقصد بها الرجل المطبقة على الجملة الميكانيكية B التي نقصد بها الكرة إذن من المثال ما مفهوم القوى؟ ماذا نستنتج؟ القوى هي كل فعل ميكانيكي قادر على تغيير الحالة الحركية لجملة ميكانيكية أو تغيير الشكل ونرمز للقوى بالرمز F فوقه شعاع مثال قذ كرة تغيير في الحالة الحركية أو نقول أيضا ضغط مثلا إسفنجة بين السبابة والإبهام هو كذلك تغيير في شكلها الآن ننتقل إلى مميزات القوى لجر العربة من الوضع 1 إلى الوضع 2 نؤثر عليها بقوة تلامسية في النقطة لاحظ معي المثال لدينا عربة نريد جرها بخيط من الوضع 1 إلى الوضع 2 لاحظ A هي نقطة التأثير وB هي نقطة الوصول نجر العربة بهذا الاتجاه يعني من اليسار إلى اليمين يعني من A نحو B نقطة التأثير قلنا هي النقطة A لماذا هي النقطة A؟ لماذا هي النقطة A؟ لاحظ معي تخيل أن لدينا هنا خير سوف نقوم بجر العربة ما هي المنطقة التي سوف نؤثر على العربة فيها لكي نجرها؟ الذكي يجب نعم النقطة A لأنها هي مربط الحبل مربط الخيط لنتابع المنحة المنحة هو حامل القوى وفق استقامة الخيط إذن ما هو الحامل؟ هذا هو الحامل هذا هو الحامل وفق استقامة الخيط الآن الجهة من A نحو B الجهة تكون من A نحو B وهي جهة انتقال العربة شدة القوى وهي قيمة هددية تقدر بنيوتن نرمز لها بأن لأن لدينا عنوان آخر تمثيل القوى بشعاع لكي نفهم هذا العنوان أتينا بنابذ وأردنا أن نمثل عليه القوى المؤثرة تمثيل القوى المؤثرة على النابذ بشعاع لدينا النابذ أتينا بنابذ وحاولنا تعليق كتلة وزنها 0.5 كيلو جرام لاحظ عندما علقنا الكتلة على النابذ هنا من المجسوى الذي على المبدأ الذي علقنا فيه الكتلة نلاحظ بأن النابذ قد استطال النابذ قد استطال مبدأ نقطة تأثير القوى ما هو مبدأ نقطة تأثير القوى؟ هو هذا المكان الذي علقنا فيه الكتلة هو مبدأ نقطة تأثير القوى حامله وحامل القوى أين هو الحامل هنا في الشكل؟ الحامل هو هذا حامله وحامل القوى حامله وحامل القوى اتجاهه وجهة القوى الاتجاه يكون إلى الأسفل يكون إلى الأسفل اتجاهه واتجاه القوى طويلته تتناسب مع شدة القوى الإجابة سوف تكون أكثر يعني طويلته سوف يستطيل أكثر لذلك نقول أن طويلته تتناسب مع شدة القوى كلما زادت القوى كلما زادت الطويلة وكلما نقصت القوى كلما نقصت طويلة الآن وحدة القوى لقد أشرنا لها سابقا تقاس القوى بوحدة تسمى نيوتن نرمز لها بآن تقاس القوى بأداة تسمى الرابعة أو الديناموماتر هي كالآتي في الرسم لاحظ هذه رابعة لدينا خطاف تعليق علوي لكي نعلقها أو نثبتها هنا سدادة علوية لدينا هيكل هذا نسميه هيكل الرابعة الهيكل لدينا هنا نابض ولدينا تدريجات ومؤشر ومؤشر الذي تشير به الرابعة للقوى وهنا خطاف لتعليق الأجسام والأشياء التي نريد قياس شدتها يعني قياس قوتها خطاف تعليق سفلي هذا فيما يخص الرابعة لاحظ معي لدينا ملاحظة عندما ننمذج القوى بشعاع نختار سلم رسم مناسب مثلا قوى شدتها F تسوي 4 نيوتن نمثل هذه القوى بشعاع طوله 2 سنتيمتر إذا كان سلم الرسم 2 نيوتن يقابله 1 سنتيمتر نمثل هذه القوى بشعاع طوله 2 سنتيمتر حيث 2 نيوتن يقابله 1 سنتيمتر الآن 4 نيوتن ماذا يقابله 4 نيوتن ماذا يقابله هنا لدينا تناسبية حيث نضرب 4 في 1 ثم نقسمها على 2 4 في 1 قسم 2 نتحصل على 2 إذن السلم الذي نرسمها أو الشعاع الذي نريد رسمه لنمذج القوى يكون طوله 2 سنتيمتر 1 2 سنتيمتر ونكتب F بمعنى الفوص بمعنى القوى فوقها شعاع هذا هو الشعاع الذي يجب أن نرسمه بسلم الرسمي هذا 2 نيوتن يقابل 1 سنتيمتر إذن 4 نيوتن ماذا يقابله لدينا تناسبية نقوم بعملية الضرب ثم قسمة نتحصل على عدد وذلك العدد الذي نتحصل عليه ننمذجه بطول ذلك الشعاع الذي طلب مننا والآن أعزائي أتينا إلى ختام الدرس نلقاكم في درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر